مع تحديد موعد الانتخابات التشريعية القادمة في العراق لم تتأخر القوى السياسية صاحبة النفوذ في الكشف عن طموحها للاستحواذ على مقاليد السلطة وجوه في هرب السلطة وأخرى ظهرت على الساحة لسيما بعد عام 2014 كل يدعي بأنه الأجدر للفوز بالانتخابات في آيار المقبل ويأتي في طليعة المصرحين بأحقية إدارة البلاد في المرحلة القادمة قياديون في ميليشيا الحشد أمثال علي الياسر يزعيم ميليشيا الخراساني الذي قال إن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الحشد والمجاهدين وبذلك نقولها لكم إن البرلمان القادم سيكون هو ممن اختارهم الحشد وممن ارتضى بهم المجاهدين وهم بإذن الله سيحققون كل الرغبات التي نسعى من أجل تحقيقها نوري المالكي رئيس الحكومة لأولايتين سابقتين لا يقل طموحا عن زملائه في ميليشيا الحشد لكنه لم يعلن ترشيحه للانتخابات بل حذر من أزمة مقبلة في حال تأجيلها قد تقتضي تدخلا دوليا إذا تأجلت الانتخابات دخلنا في أزمة دستورية ستقتضي تدخل دولي وتدويل للأزمة في العراق وستنتهي العملية السياسية والديمقراطية وتبدأ عملية تشكيل حكومات بوصايات دولية لكن ثم تتوقعات ترجح فوز العبادي بولاية ثانية نظرا لما تحقق من نتائج ميدانية في الحرب على تنظيم الدولة والانفتاح على المحيط العربي وهو ما تجلى في زيارته الأخيرة إلى السعودية ومصر والأردن الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني عشر من آيار عام 2018 تنتظر المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب في مدة لا تقل عن تسعين يوما من تاريخ اقتراح موعد هذه الانتخابات لكن نوابا في التحالف الوطني يتحدثون عن مؤامرة معد لها مسبقا لتزوير الانتخابات والدفع بشخصيات غير معروفة إلى الواجهة تقف خلفها الأحزاب الحاكمة التي تريد تنصيب مرشحين لمجلس المفوضين يضمنون لها أصوات الفوز في الانتخابات التشريعية القادمة